أشهر مرت على الانتخابات التي سميت مبكرة في العراق ولا يزال الصراع على أشده بين شركائها من الفائزين والخاسرين صراع عنوانه المناصب كما جرت العادة بعد كل عملية انتخابية مع اختلاف يسير في السيناريو وعناوين الشخصيات المتصارعة للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من أسبوع يفشل البرلمان الحالي في المضي بجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لعقدها بمائتين وعشرين نائبا من أصل ثلاثمائة وتسعة وعشرين وأخرت رئاسة البرلمان انعقاد الجلسة المفترضة مرتين أملا بوصول العدد الكافي من النواب الذين حاول تحالف إنقاذ وطن استمالتهم بيد أن هذا التحالف لم يستطع حتى إنقاذ نفسه من المأزق الذي وضعته فيه قوى الإطار التنسيقي الممثل للميليشيات الأقرب لإيران الحضور الفعلي داخل قبة البرلمان كان أقل حتى من جلسة السبت الماضي التي شارك بها مائة ونائبان في حين لم يتجاوز حضور جلسة الأربعاء عتبت المائة وثمانين نائبا في برهان على نجاح لغة الوعد والوعيد التي انتهجتها قوى الإطار بما تملكه من مال سياسي وسلاح خالج سلطة القانون وبعد أن قررت رئاسة البرلمان تحويل الجلسة إلى عادية خرجت تصريحات جديدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتؤكد على موقفه الرافض للتحالف مع الإطار التنسيقي مشددا على أن الانسداد السياسي أهون من اقتسام الكعكة معهم ويضع الإخفاق الجديد الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ نحو خمسة أشهر أمام منعطفات جديدة بعد تلويح كتل سياسية بحل البرلمان والمضي إلى انتخابات مبكرة من جديد بينما تتحدث قوى أخرى عن الذهاب إلى المحكمة الاتحادية لتفصل في الفراغ الدستوري الناجم عن الإخفاق في اختيار رئيس جديد يتولى بعد تسميته تكليف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة ما يضع البلد في حلقة مفرغة يدور بها شركاء العملية السياسية لكن الخاسر الأكبر فيها هو الشعب الذي تطحنه الأزمات